اشتركوا في القناة الذين نساء ورجال يريدون ويسعون ويجتهدون لنهضة البلاد لرحيل هذه العصابات لاستقرار البلاد لنهضة هذه الدولة وهذه البلاد وبطالة الحال لحرية وعدالة وكرامة هذا الشعب حرية وكرامة لهذا الشعب في دولة عادلة والحمد لله هم كثيرون حتى ونحن في هذه الظروف على عصيبة التي تتميز بقمع وتتميز باعتقالات وتتميز بالتخويف وتتميز بمحاولة ترهيب الناس في الداخل وفي الخرش حياكم الله جميعا أخرت اليوم في الحقيقة إضافة قليلة لأن قبل قليل كانت الأخبار وصلتني من إخواني من أن محمد بن حليمة قد تم اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية وهو الآن معتقل بعد أن اختفى لحوالي أربع ساعات لم يكن هناك اتصال به ولم يكن رد على الهاتف انتاعه نهائيا الآن إخوانكم الأحرار يقومون بما يجب أن يقومون به وإن شاء الله سنخبركم في هذا اللايب بآخر لأننا نخبروني بالكتابة نخبروني بما يجري ونعطي لكم آخر تفاصيل محمد بن حليمة من أحرار البلاد ترك أيضا هو وظيفته العسكرية وغادر ليقول أننا نعيش مع عصابة ومافيا عسكرية أننا نعيش مع مافيا عسكرية كان يشتغل كعريف كان يحمل رتبة عريف ويشتغل كسائق لعدد من كبار المسؤولين العسكريين وكان هو والعرفاء السواقين يعني لشوفير يتلقاوا وكانوا يتناقشوا بطبيعة الحال لما يكونوا في هناك اجتماعات لكبار الجنرالات والعقداء إلى آخره وكان أعرف شيئا بائسة جدا قاصة أننا نشتغل في مقر وزارة الدفاع وغادر في سبتمبر إذا ذكرتي جيدة 2019 ووصل إلى إسبانيا هناك قام بطلب اللجوء السياسي في اللحظات أو في الأيام الأولى التي وصلها مثل محمد عبد الله بالضبط وليس كما يدعي أو يزعم بعض الناس من أن محمد عبد الله بقي لفترة طويلة وحرق الفيزا ومانيش عارف لا أبدا محمد عبد الله في الساعات اللي وصل فيها بعد نهار أو يومين كان قدم اللجوء هو وزوجته ومعه ابنه صغير بعض الناس للأسف يقولون ما لا يعرفون وبعضهم يقول ويضع أكاذيب وهو يعرف أنها أكاذيب ولكن للأسف للأسف بكل أسف إذن مثل محمد عبد الله محمد بن حليمة عندما وصل إلى إسبانيا طلب اللجوء السياسي وكانوا في انتظار دراسة ملف اللجوء السياسي مثل محمد عبد الله بالمناسبة اللي كانوا كل مرة محمد عبد الله يجدوا له كل ستة أشهر تقريبا إذا ذكرتي جيدة أو سنة يتم تجديد وثيقة طالب اللجوء السياسي في انتظار أن يتم الاستماع إليه ونفس الوضع كان مع محمد بن حليمة ولكن عندما اعتقل محمد عبد الله في أوت الماضي قبل تسليمه بطريقة غير قانونية إطلاقا من طرف الإسبان إلى العصابة هناك غادر محمد عبد الله إسبانيا وحسنا فعل بعد أن استشار إخوانه لأنه بعد في اليوم الثالث تقريبا لاعتقال محمد عبد الله ذهبوا يسألون ثلاثة واربعة من المسؤولين المخابرات على ما يبدو مخابرات إسبانية يسألوه أين يوجد محمد بن حليمة فتفاجئ محمد عبد الله قالوا أنا في السجن نقول لكم أين يوجد ولو كنت نعرف نقول لكم أين يوجد هذا ليس دورنا وليس مواقفنا وليس سلوكنا وبالتالي غادر محمد بن حليمة وطلب اللجوء السياسي في فرنسا وفق أن إسبانيا لم تعد آمنة للجزائري والدليل أنه كانوا يبحثوا عليه ورحوا للمكان الذي يقيم فيه لولا أنه كان غادر قبل ذلك بساعة الآن السلطات الفرنسية تقوم باعتقاله هذا اعتقال غير قانوني فقد طلب اللجوء السياسي في فرنسا ويجب علينا جميعا أن يفهم الفرنسيون أن هذا اعتقال غير قانوني وأنه يجب أن لا يخضعوا للعصابة في الجزائر التي تقدم لهم أموال ومصالح الشعب الجزائري من أجل اضطهاد الجزائري وملاحقتهم خاصة أولئك الذين يقاومون هذه العصابة بالكلمة يجب أن يفهموا جيدا أيضا أن محمد بن حليمة لم يغادر إسبانيا لأنه كان يريد أن يغادرها وإنما لأنها لم تعود آمنة إطلاقا للجزائري اللاجئين والمقاوين طالبين اللجوء المنون من المعارضين طبعا مقاومين ليس كل جزائريين وبالعكس إسبانيا آمنة جدا جدا لكبار رؤوس العصابة فأسرة ويحيا مثلا هناك كبار جنرالات بعض كبار جنرالات على رأسهم شنتوف هناك كثير من العقداء المخابرات الإرهابية هناك قضاة هناك ولا تسابقون هناك وطبعا تقريبا كل عصابة وأطرافها القدماء أو جدد شريين سكنات هناك وشريين أراضي وعقارات إلى آخره تهريب أموال الشعب الجزائري إلى إسبانيا وما كان لإسبانيا أن تقبل بهذا لأن القوانين الدولية والأوروبية والإسبانية تحرم تبييض الأموال لا يعقل أن يصل واحد بمليون أورو أو مليون ونص أورو أو خمسة مليون أورو ويشري به طبيعي يشري فيلا يشري قطعة أرض طبيعي بينما أتذكر أنه كانت مرات عندما تصل إلى واحد من إخواننا هناك خمسمائة أورو أو أربعمائة أورو ويتصلوا به يقولوا له من أين لك هذا؟ من نينجاك؟ لماذا بعثوا لك هذا الخمسمائة أورو؟ يعني يحاسبوا واحد على خمسمائة أورو ومحاسبوش على خمسمائة ألف أورو رؤوس العسابة عموماً إن شاء الله وأنا في هذا اللايف سأعطيكم مزيد من التفاصيل عما يجري فإخواننا أراهم في اتصال معي حول هذا الموضوع طبعاً اليوم عنا تكملة لأحد قلرك ذا المسلسل بطبيعة الحال المسلسل للأسف مؤلم يعني هل يعتقد الناس أن أن أنا سعداء بتسريبات هذه البنويرة التي تكشف هذه العصابة أبداً كنا نتمنى أن نكون في دولة عدل وحق وقانون وأن يكون كبار العسكريين في ثكناتهم يقومون بما يجب أن يقوموا به وليس أن يكون هناك صراعات وخصومات ورأنا شفنا بعض هذه التسريبات وما زال قادم يعني مزال رح يكون تكملة طبعاً إلى هذه التسريبات ولكن قبل ذلك إذا سمحتوا لي كنت أريد أن أقوم بجولة خارجية اليوم لو لأنها نافذة خارجها ما يجري في أوكرانيا ما يجري في تونس ما يجري في الإمارات وكلها تهمنا بشكل أو بآخر إضافة إلى أن هذا ما يجري في العالم طبعاً مهم إلى درجة أن اليوم في إحدى الجرائد الأمريكية تتحدث على هل تكون أوكرانيا شرارة لحرب عالمية ثالثة أعتقد أن هذه مجلة أو الانترسيفت إذا أرني متذكر أو الانترست أيضاً في هذه النافذة كنت أريد أن أتحدث عن الانزعاج الإماراتيين وبداية الخوف في دولة المسخ هذه تاعة الإمارات من ردود الحوثيين قاموا هم بتحطيم تقريباً اليمن نهائياً ولكن عندما رد عليهم الحوثيين هذه المرة ردوا في في دبي وفي أبوظبي قبلها فالقيامة قامت القيامة قامت لدولة المسخ هذه طبعاً نحن ضد أي قصف من أي جهة كانت ضد أي قتل للمدنيين ضد أي ضرب للمنشآت هذا طبيعي وأذا رأينا ونحن دعاة سلم وسنكون دائماً دعاة سلم سوى في بلدنا أو خارج بلدنا ولكن لا يعقل أن تقوم الإمارات والسعودية بتهديم اليمن ذلك البلد اللي عنده عمق تاريخي يصل إلى آلاف سنين قبل الميلاد حتى أن يتم تدمير اليمن تماماً ثم عندما يرد بعض أهل اليمن سوى اتفقنا معهم أو اختلفنا تقوم القيامة ولا تقعد في الجامعة العربية في أمم المتحدة في مجلس تعامل الخليجي وكأن دماء اليمنيين ماء ودماء الآخرين دماء بالفعل الحرب هذه حرب طغات وبغات وهي دمار كبير الشعب اليمني بشكل أساسي وإن كان أيضاً تضرر منها مدنيين سعوديين أساساً ولكن يجب أن تتوقف هذه الحرب يجب أن تتوقف أما أن يدمر اليمن تدميراً كاملاً ثم عندما يرد بعض أهله مع اعتراضنا كما قلت على أي عمل في عنف خاصة لمسر المدنيين وتقوم قيامة الإمارات دولة المسخ هذه التي هدمت ليبيا وشاركت في هدم العراق والسوريا وهدمت اليمن فغير المعقول وهي تسعى إلى هدم الجزائر تسعى إلى هدم الجزائر هذه الدولة المسخ وليس فقط الجزائر في الحقيقة المنطقة المغاربية كلها كله سيأتي عليه الدور لو تبقى دولة المسخ هذه بالقوة اللي عندها وبهذا النفوذ صحيح أن منذ رحيل ترامب ضعفه ولكنه ما زال والحقيقة أني أريد أن أضيف هنا شيء لما تكلمت المرة الماضية على ذلك الشخص العميل للإمارات والسعودية وأنا ليس من طبيعي أن أرد على السفهاء ويعرف الناس ذلك ويعرف الناس أن ذلك الشخص اللي تكلمت عليه ظل خمسة عشر سنة بعض إخواننا اللي عارفين الموضوع مستعشر سنة وهو يهاجمنا لم نرد عليه أبدا وكان يصر علينا الناس بأن نرد عليه بل أن هناك من خاصمنا وهاجمنا وهو يعرف نفسه يعني هذا الشخص لأننا رفضنا أن نرد على هذا على هذا العميل للإمارات والسعودية ولكن حينما ذكرتم المرة الماضية لأنه مسأعرض الناس لكن كان هناك هدف آخر أيضا ذكرت له مشروع الإمارات السعودية في الجزائر هو تدمير الجزائر مثل ما دمروا ليبيا ومثل ما دمروا اليمن ومثل ما دمروا وشاهموا في تدمير سوريا والعراق وبعد تدمير الجزائر سيكون دور على المغرب أيضا يريدون إما أن يكون نظام الحكم خاضع لهم مطلقا كما في مصر وعمل لهم كاملا كما يفعل السيسي أو يقومون بالثورات المضادة ويقومون بتدمير الأوطان حتى في السودان دورهم قدر جدا في تونس دورهم قدر جدا وهم اللي حرضوا سعيد على أن يقوم بما قام به لكن عندما ذكرت هذا الشخص العميل لهم ففي الحقيقة أيضا لكي يتبصر الجزائريون ويعرفوا أن هذا الشخص بالذات محضرينه باش يكون رئيس ميليشيا ستؤدي ينشرهما الفوضى في الجزائر ويكون هو رئيس ميليشيا شبيه بحفتر في ليبيا ولذلك فضحه كان في الحقيقة يستهدف مجموعة أهداف منها أن يعرفوه الجزائريون لأن كثير من الجزائريون لا يعرفونه خاصة أنه ظهر وكانه كان عنده دور إيجابي في سوريا لا كان عنده دور قدر في سوريا ومن بين الناس اللي ساهموا في عسكرة حتى أنهم سمّوا كتيبة مسلحة في سوريا باسمه وهذا كان فيها الرز السعودي بطبيعة الحال والإماراتي وكان الهدف أن تشعل في سوريا ما بين النظام الطاغي وما بين الجماعات أو الشعب عموما اللي كان تحت ضرب الرصاص من طرف بشار لكن مع ذلك لو ظل شعب السوري في اعتقادنا مسالما برغم كل ما حدث لربما اختلفت الأوضاع الآن في سوريا من بين اللي ساهموا في نفخ الحرب وفي ظهور جماعات مسلحة إلى آخر هذا الشخص وهما يحضروا فيه لكي يكون حفتر آخر في الجزائر إذا استطاعوا لذلك نسعى وننادي بأن تظل معركتنا تظل معركتنا مع هذه العصابات سلمية لأن دولة المسخ وحكام السعودية هدفهم هو نقل الدمار للجزائر كما فعلوا في أماكن أخرى عندما انتفضت الشعوب وأرادت أن تتحرر من الطغاة راحوا دخلوا عليها وضربوا الجهاد بين بعضها البعض وجابوا عملائهم وهذا الشخص بالذات يحضروا فيه لهذا الدور اسمعوها مني حيا أو ميتا فانتبهوا لي والحقيقة ها هو أسباب إضافة أني قلت لكم الآن فقط ربما أشرت لي هذا النهار لكن هني زدت أشرت لأن بعض إخواننا استغربوا وأنا اللي عرفوني أنني أتجاوز عن الذين يهاجمونني وأصفح وأمر وكاني لم أسمع وفي كثير من حالات حتى لا أسمع حتى إخواني اللي يبعثوا لي مرات قلوا ما تبعثوا ليش دعهم يقولون لكن معه وهذا الشخص بالذات رجعت إلى آية كريمة تقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إضافة إلى أن المجرم يجب أن يذكر بما فيه خاصة إذا كان إجرام على المستوى العام وليس على المستوى الخاص يعرف الناس كثيرا أني أتجاوز كثيرا وكثير من الناس هاجموني وبعضهم تلاب السمع فيما بعد قلت له ما فيش مشكلة أنا مسامح أنا إنسان أترفع كثيرا بل أطبق في الحقيقة الإسلام أعطانا ثلاث احتمالات للتعامل مع الذين يظلموننا أعطانا ثلاث احتمالات أن نرد عليهم كما فعلوا ترد عليهم بنفس الشكل واعتدوا عليهم بمثل ما أعتدوا عليكم مثلا وهذه الآية أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أو أن تصفح وتسامح وتغفر والاحتمال الثالث مش فقط تصفح وتسامح وإنما تحسن لمن أسألك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليون حميم طبقتها مرات هذه المرة الثالثة لكن في الغالب أنا نطبق المستوى الثاني لهو أن نصفح وأعفو أمر خاصة ونحن نخوض معركة مع كبار المجرمين مع كبار العصابات لدمرت وطن بكل ما فيه من إمكانيات ومن خيرات أما هذا فكان يجب لأن القضية القضية كان يجب أن يفضح أمام الناس والحقيقة أننا ربما تأخرنا لأنه 15 سنة لكن لما كان الهجوم علينا كأشخاص أو كحركة أو كفرد أنا أو تجاوزنا عندما تأكدنا من دور القدر اللي تحذر فيه الإمارات السعودية له فكان يجب أن يكون هذا الأمر قبل قليل أخبرني أحد الأحرار من أن عصابة العسكر اجتمعت اليوم بعض كبار جنرالات وكبار مساعدهم اجتمعوا وسيعلنون عن فرض غلق الحدود مرة أخرى سيعلنون عن غلق الحدود الجوية طبعا الحدود الأخرى راي مغلقة تماما تقريبا يعني لكنهم سمرة أخرى سيغلقون الحدود البحرية والجوية على المرجح في الساعات القادمة أو في اليومين ثلاثة القادمة سيعلنون أنه باسم الكورونا وعلى أساس أن الكورونا راي دايرة ديرافاج وهي بالفعل رايكين مشاكل طبعا مرة أخرى نفس الشيء كما صرا في الموجة الثانية وفي الثالثة والرابعة إذا قلنا في الموجة الأولى ما كانواش عارفين لكن الثانية والثالثة والرابعة كلها تلاعب الكورونا يخلوها حتى تكبر الآن نرنا على أبواب 22 فابراير مرعوبين 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 من الذكرى الثالثة الحرك وعارفين أن هناك يعني غضب شعبي يكبر في كل مكان وأن انفجار الحرك قد يكون انفجار عميق إن شاء الله يبقى سلمي دائما وندعو أن يبقى سلمي دائما فرهم على أبواب أن يعلنوا كما عم فعلوا بالنسبة للمدارس هم زادوا أسبوع غلقوا عشرية مزيد أسبوع يعني أغلق المدارس لكن الأسواق ماشية أغلق المدارس طرقات الأمور لكن ما يكش مشكل كلها تحذيرا خاصة وأن العفيون اللي كانوا بش يمروا به أمشأ بتاع الفوتبول خرج الفريق الوطني للأسف خرج بهزائم منكرة وفي الدور الأول وكان أول خارجين تقريبا وهو غير معقول أن الذي فاز بكأس الفريقية وقبل أسابيع فقط فاز بكأس العربية يخرج بهذه الطريقة شيء هناك شيء في هذا الموضوع بضعه الحال لكن هم شافوا لما كانوا باش يطولوا الحالة بالفوتبول الفوتبول بس تبلوكات الموضوع عاودوا رجعوا للكورونا والآن خوفا وخلق لحالة الرعب بطبع الحال لأنه كيغلقوا كيغلقوا الحدود البحرية والجوية تكون حالة خوف البلاد مغلقة وبالتالي هذا هو المرات ففي الساعات القادمة والأيام القادمة مش عارف بذلك يسمعوني قلت وخرج لما هذا الخبار خاصة للاجتماع كان اليوم ولا تبون ولا مستشاري ولا محزنون شينغريحة وبعض كبار العسكريين اللي اتلقوا مش عارف متى سيعلن عن ذلك لكنها وهموا على أبواب إعلان غلق الحدود الجوية والبحرية أيضا كان وصلني كان وصلني قبل قليل هذه الرسالة وهي التعلق بالقضاة والمحامين في نفس الوقت هل نقرأ لكم قبل صدور من عند وزارة ما يسمى بوزارة العدل أمس صدر هذا لا أعرف إذا كان أعلن أو لم يعلن أو ما زره سري لا أعرف لكن نقرأ لكم مش فيها السيدات والسادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الموضوع بخصوص التدابير الويقائية للحد من انتشار فيروس كورونا أمام ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الواسطة القضاء خلال الأسبوع الأخير وتواجد الكثير من القضاءات والموظفين ومساعدي القضاء في عطا المرضية بسبب إصابتهم بالوباء أطلب منكم مواصلة الالتزام بالإجراءات الويقائية بكل صرامة إلى غاية تحسن الوضع الصحي وكتدبير احترازي حفاظا على صحة السيدات والسادة القضاء والموظفين ومساعدي القضاء والمواطنين المرتادين للجهات القضائية تستتبع هذه التدابير بالإجراءات الآتية واحد توقيف الجلسات الجزائية لغير الموقفين لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ توصلكم بهذه المذكرة يعني منذ أمس توقيف جلسات الصلح لنفس المدة وكذل جلسات المدنية بالمحاكم والمجالس وجلسات المحاكم الإدارية معدى الاستعجال الحر الذي رسلني بهذا الموضوع يقول أن في الحقيقة هناك أيضا سبب آخر والسبب أن هناك أنزعاج داخل كثير من القضاة من اللقاء الذي تم بين المحامين والوزير الأول ووزير المالية قلنا نقرأ لكم جزء من ما جاء لقد صدر هذه الوثيقة بعد الإضراب الذي مارسه المحامون إضراء فرض قانون المالي الجديد نظام جيبائي يحدد فيه نسبة معينة من الضريبة المستحقة حسب رقم أعمال كل في أمن المحامين ولكنهم رفضوا بحجة أنه مبالغ في درجة الضريبة يقصد المحامين وتقدير الخبراء المختصين الاقتصادين لذلك وتماشيا مع الوضعية الاقتصادية للبلاد فقد تقرر من الاتحاد الوطني للمحامين مقاطعة العمل القضائي والإضراب إلى حين إعادة النظر في المسألة بعد حوالي أسبوعين استطاعوا الضغط على السلطة وتضيع مصارح المتقاضين أن يعقدوا اجتماع معاه على درجات السلطة مع وزير المالية ذاته وهو أيضا الوزير الأول أيمن عبد بن عبد الرحمن والذي وعادهم يقصد المحامين بإعادة النظر في القانون بما يناسبهم في أقرب الأجال كل من لديه قليل من الحكمة والتدبر يرى بأن هذا لا يمكن أن يجري في بلد قانوني الذي لا يمكن إعادة النظر فيه تحقيقا لمصلحة فئة معينة كفئة المحامين فهذا ضعف كبير ومهزلة في حق الشعب تفرض على فئاته الضعيفة عباء جبائية مرهقة في حين تخفف على فئة هي في الأصل ميسورة الحال لذلك يرى معظم القانونيين أن ما تمخض على اجتماع الاتحاد والوزير الأول مهزلت دولة عيسى لا تسوير أمارها بالقانون والدستور بل نتاج تضارب وتضارب مصالح هذا رأي يبقى رأي في نهاية المطاف رأي سائد داخل القضاء في انزعاج مما يبدو أنه كان في اتفاق أو وصل المحامين أنا سمعت بأن المحامين راحين يوقفوا الإضراب يبدو أن هذا حدث بعد أن التقوا بما يسمى بالوزير الأول طبعا في الموضوع هذا تختلف الآراء لأن المحامين أيضا ليسوا درجات نفس المستوى في محامين اللي ميسورين الحال جدا وفي محامين اللي نص نص وفي محامين اللي مساكين ضعفاء ومستضعفين ومبتدئين وممكن ما جيش قضية حتى في الأسبوع فالمحامين ليسوا كيف كيف هذا المهنيين منهم بطبيعة الحال لا نتكلمش عن الداخلين في أمور أخرى لكن ليسوا كيف كيف هذا واحد لكن الضريبة أيضا اختلفت الآراء هل 35% أعتقد أن ندرونهم 35% من الأرباح أو من الدخل هل هي معقولة؟ أنا أرى شخصيا أن هذه ضراءة مبالغ فيها مبالغ فيها بشكل رهيب 35% بمعنى أنك تدي للإنسان أكثر من ثلث من جهده وهذا مس أيضا المحضرين القضائيين والميسي وغيرهم وهذا مش منطقي لكن هذه النسبة بتاع الضرائب بالنسبة لكثير الموظفين هذا هو المطبق عليهم في الحقيقة هناك ضرائب تصل إلى حدود 30% وهذا أيضا غير منطقي غير منطقي أن تكون هذه الضرائب بهذه الحدود خاصة في بلد بالنسبة لموظفين خاصة محدودة إذا استثنين طابق من الموظفين اللي هما أوريشيل خارج السلم كبار الموظفين وبعضهم كبار المجرمين الموظفين أيضا فإن الضرائب رهيبة اللي رأي تفرض على الموظفين وعلى البسطاء وعلى الناس وحتى هذه اللي تضرب 35% على محامين أو على أصحاب المهل الحرة مش منطقي إذن هذا رأي بشكل عام قضية هذه الضرائب وإن كان بطبيعة الحال أن يكون هناك تناسب وعدل في فرض الضريدة ومن غير المعقول أن يكون هناك ناس يمشوا بالملايير لا تفرض عليهم أي ضريدة لأنهم في النوار ولأنهم في السوق السوداء ولأن هناك من تفرض عليهم نسب هائلة في هذا الوضع عموما يبدو أن الوسط القضائي بالذات في غضب شديد ويعتبرون من أنهم أيضا تفرض عليهم ضرائب وضرائب مرتفعة في حين أن المحامين أخضعوا إصابة الحكم إلى أنها تراجع قرارها أنا شخصيا لست من أولئك الذين يحبون هذه الصراعات التي هي على المستوى الأفقي يجب أن يبقى الصراع على المستوى عمودي بين كل فئات شعب وبين العصابة المتحكمة في البلاد جزيرة غنية لديها ثروات هائلة وبإمكان الناس أن يعيشوا في أوضاع ميسورة لا أقول ثرية ولكن ميسورة المفروض أن بلدنا يكون فيها إذا كان فيها فقر لا يتجاوز 5% بينما اليوم أكثر من 50% في الحقيقة وفق حسابات الدولية يعيشون بأقل من دولارين في اليوم يعني إذا كان هناك أسرة دخلها أقل من 6 ملايين وهي فيها 6 أفراد فهؤلاء تحت خط الفقر يعني خط الفقر يحسب في الجزائر اليوم تقريبا أنه يجب أن يكون لكل شخص دخل في حدود مليون سنتين ونحن نعرف أن أغلب الأسر دخلها أقل من مليون سنتين للفرض في الشهر أغلب الأسر ليس كلها إذن فالجزائر لديها إمكانيات هائلة ولو تقوم دولة مدنية دولة تعدل بين الناس وتسمح بالإبداع وتسمح بالمبادرة وتسمح بالنشار وتساعد فقط مش فقط تسمح وإنما تساعد على ذلك فإن البلاد يستطيع أن يكون هناك ازدهار عام يبقى فئات قليلة هي التي تبقى فئات هشة أو فئات ضعيفة أو فقيرة يمكن أن توجد لها المساعدات اللازمة لكن للأسف حتى هذه الخصومات التي تكون أحيانا ما بين الناس أو الفئات المختلفة أنا عندنا خصومة ما بين ربما بعض على الأقل ما يراهم القضاة لأنهم مظلمين ولذلك جاءت التقطية في الحقيقة أن هناك غضب وخايفين من إضرابات داخل القضاء إنما جاءت التقطية الآن على أساس أنها الكورونا وأن هناك كده إلى آخر لكن القصة الحقيقية في هذا الموضوع بالذات هي أن هناك غضب داخل خاصة أن هناك قضاة المبتدئين واللي ما عندهمش كثير واللي عندهم داخلهم محدود يعني كان يدخلهم في حدود 7 ملايين فما تحت أو 8 ملايين فما تحت وهم يعتبرون بأن هذا غير مقبول طبعا كانوا موظفين بتاع البلديات والولايات ومستشفيات والإدارات كثيرة بما فيها البوليس بما فيها الدرك بما فيها وما داخلهم تحت 5 ملايين حتى مش حتى تحت 8 ملايين يعني أو 9 ملايين اللي هي في الغالب بتاع القضاة ولو كانوا مبتدئين هذه أيضا كان خبر آخر وصلني من عند الأحرار قليني نشوف بسرعة إذا كان فيه جديد في قضية أخونا محمد طيب فيه جديد إن شاء الله ندركوا نقول لكم في الأخير نروح نكملوا جزء من تسريبات بنويرة واللي أفزعتهم إلى درجة كما قلت لكم قاموا بنزع تقريبا كل فيديوهات التي ظهرت فيديوهات الأربع اللي يظهر فيها بنويرة تقريبا تكاد تختفي من الفيسبوك واليوتيوب في أغلب الحالات مرات حتى رم بعثوا سترايك يعني بعثوا يوتيوب والفيسبوك كثير من الناس دارون لهم مشكلة يعني بسبب هذه الفيديوهات والحقيقة أنهم يقومون ويعملون بطرق في الغالب خبيثة لكي تخرج هذه الفيديوهات نهائيا من مواقع التواصل الاجتماعي ما تخموش الوثائق موجودة هنا وحتى هي أكثر مما في الفيديوهات ربما تظهر فيديوهات جديدة وستؤكد ما أقوله هنا الوثائق لنقر فيها أكثر مما ظهر لحد الآن خلونا نشوف من كنا توقفنا المرة الماضية أعتقد أنني مرة الماضية أعطى البارح أعتقد أني وقفت هنا لما حدث انقلاب في مالي سنة 2012 طلبت السلطات المالية من فرنسا تدخل العسكري لمنع سقوط النظام في أياد الإنقلابيين واستغلال إرهابيين للإنقلاب لعادة الانتشار وبما أن السلطة في مالي كانت حليفة لفرنسا استشابت للطلب المالي دون أن ننسى الخلفيات الأخرى وعندها طلبت السلطات الفرنسية مدبوت فليقة السماح للطائرات العسكرية المشاركة في العمليات العسكرية المرور فوق المجال الجوي الجزائري والهدف هو اقتصاد فيما يخص تكلفة النقل الجوي للقوات الفرنسية فلو غيرت فرنسا الخط الجوي فوق المغرب مثلا لزادت تكلفة شحن الجوي وزيادت الوقت ولما كانت مصلحة الجزائر في عدم سقوط السلطة في مالي ولما كانت مصلحة الجزائر في عدم سقوط السلطة في مالي قابلت وسمحت للطائرات الفرنسية العبور فوق المجال الجوي ومن جهة أخرى عملت الجزائر على خطة دبلوماسية لإحلال السلم في مالي وهو ما تويجاه في اتفاق 2015 لهدف المحافظة على التراب المالي ولو لم تسمح الجزائر آنذاك للطائرات العسكرية الفرنسية باستعمال الجوي لا ظهرت الجزائر أن لها مصارح في انقلاب مالي ولا ظهرت بأنها شريك غير فعال في مكافحة الإرهاب بين الدول تعليق سريع على هذا هذا رأي بنويرة ورأي قيد صالح أنذاك ورأي الجماعة التي كانت مع القيد صالح لكن الحقيقة هذا التبرير ليس حقيقي هذا التبرير أو هذا التفسير هذا غير منطقي وغير محقول يقول لك أن الجزائر لو ما فتحتش الأجواء انتاحة للطائرات الفرنسية لقصف في مالي لا ظهرت بأنها غير جادة في قضية محاربة الإرهاب وأن هذا يثير لها مشاكل إلى آخر طبعا ما قيلنا في كثير من دعاية هذا ليس صحيح إنما وجود نظام ضعيف لهو نظام متفلقة ليستند على الدعم الخارجي والدعم الفرنسي أساسا جعله لا يكون له أي خيار إلا أن يساهم في عودة الاستعمار الفرنسي لإفريقيا عبر الجزائر وعبر الأجواء الجزائرية ما دخل فرنسا في مالي؟ ما دخلها في مالي؟ أو في بوركنفاسو أو في النيجا؟ يقول ما دخل فرنسا هذا يعني أيضا ما دخل الصين؟ ما دخل أمريكا؟ ما دخل روسيا؟ ما دخل تركيا؟ ما دخل بريطانيا؟ ما دخل ألمانيا؟ ما دخل هذه الدول في إفريقيا؟ وما دخلهم في الدول الإفريقية هذا استعمار مباشر أو غير مباشر هذا نهب للثروات في إفريقيا وفرنسا هي أول وأكبر نهب للثروات الإفريقية حتى بتصريحات أتمنى على المساعدة أن يبعث لي تصريح جاك شيراك أنا ذاك بتصريحات واعترافات المسؤولين الفرنسيين لا يعقل أن يأتي يوم أو آنذاك أو فيما بعد جزائريين يقول لك أن هذا كان يجب علينا وهذا اللي كان مره هما وتلفزيوناتهم وجرائدهم وذبابهم والله كان لازم علينا حتى من بنوش باللي إحنا منش حربوا في الإرهاب لا أنتم هو الإرهاب الحقيقي وكل مرة يتكشف أن مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية هذه الحقيقة ثم القول أن الجزائر اللي كانت ستينات وسبعينات وثمانينات خاصة ستينات وسبعينات كل ما يقال على أبو مدينة وطبعا الناس يعرفوا رأينا نعترضنا ونعترض أنه هو اللي أسس نظام العسكري في الجزائر ولكن كان الخطاب الرسمي ضد تمدد الاستعمار في إفريقيا خاصة الاستعمار الفرنسي ولم تقبل الجزائر في أي ظرف كان حتى في تسعينات عندما كان الدعم مباشر لكابراناتها في الجزائر لم يقبل هؤلاء الكابرانات لحسابات طبعا داخلية وخارجية أيضا أن يفتحوا الأجواء أما أن يأتوا جماعة التطهير بعض منهم كان يحدثون على التطهير والتطهير والتطهير الجيش من عناصر فرنسا والتطهير الجيش والآن يبروا هاو هنا بنويرا يبروا ذلك بأن هذا كان لازم وأن الجزائر عملت على هكذا وأنش عارفوا دار اتفاق الجزائر وتحافظ على الأراضي المالية لا هناك إشكال في مالي من غير المعقول أن تزعم بأنك تدافع على تقرير الشعب الصحراوي في حين أنك تفرض على سكان مالي شماليين وهم قبائل عربية وترقية تفرض عليهم أن يكونوا تحت حكم نظام باماكو أو نظام نيامي في النشر في حين أنهم يختلفون معهم في تقريبا كل شيء تقريبا وأن هناك مشاكل حقيقية ما بين الجنوب المالي والشمال المالي وكذلك في النيجر نفس الشيء هناك مشاكل خاصة أن أخواننا من سكان مالي في الجنوب وسكان نيجر في الشماء في الجنوب يعتقدون أن القبائل في الشماء وهي قبائل عربية ترقية ساهمت في استعبادهم وفي تجارة العبيد وهناك قضايا كبيرة جدا خلافات كبيرة يعني كما أن هذه القبل رفضت عندما اضطرت فرنسا لمغادرة المنطقة في النيجر ومالي رفضت بأن تلحق باماكو بأن تلحق بالحكم المركزي في باماكو في مالي وبأن تلحق بالحكم المركزي في نيامي لأن هناك خلافات وهناك صراعات تاريخية وكانوا طالبوا إما بأن يضموا إلى الجزائر وإما أن يعطى لهم استقلالهم الخاص باعتبارهم فئات مختلفة تماما عن الفئات الأخرى لكن فرنسا ربطتهم وفرضت عليهم الحكم في مالي أنا لست مع تقسيم مالي ولست مع تقسيم النيجر ولا أي بلد لكن على الأقل من حق هؤلاء نتيجة للاختلافات الشديدة والخصومات الشديدة والصراعات الشديدة أن يكون لهم حكم ذاتي لكن النظام في الجزائر للأسف يدعم النظام في مالي والنظام في النيجر لإستعمار هذه المناطق وهي مناطق مختلفة عليهم تماما فبون ويرا للأسف طبعا نهنة تعليق عليه فقط فيبرر ذلك لأنه ما طبعا كانوا في أيام القيد صالح وبون ويرا هو اللي كان من صناع القرار أنا ذاك ما عرفنا الآن بوضوحه خلنا نزل نقرأ قليلا ما يقول ولما قام الفرنسيون بخفض عدد تأشيرات للجزائريين هذه المرة قام تبون بفعل غير متكافئ بما أن الفرنسيين لا يأتون إلى الجزائر لخفض عدد تأشيراتهم ذهب تبون إلى ملف آخر وألغى الاتفاقية والرخصة لمنع عبور الطائرات الفرنسية فوق المجال الجوي مما يلحق بفرنسا خسائر مادية بزيادة التكلفة وطول المسافة للخط الجوي الجديد الذي سيكون فوق المغرب والصحراء الغربية وموريطانيا للوصول إلى مالي وهو ما لا تدعه فرنسا يمر مرور الكرام فراحت فرنسا تبرر قرارها بخفض التأشيرات وانتقاد الهجرة من الجزائر إلى أوروبا عبر وكالة الأنباء الفرنسية والإصرار على موقفها للرد على الجزائر بأنه لا يهمها استدعاء سفير الجزائر وهناك بصمة ثلاث دول في قتل ثلاث جزائريين هذا هو رأيه الآن أنا شفنا بلهم مطلعين جدا عن ما يحدث لأنه في السجن مثلا لقتل الجزائرين الثلاثة الذين قتلوا في أول نوفمبر الماضي الآن يعلق هو في رأيه من هم هؤلاء الدول الثلاثة هذا بنوير وهناك بصمة ثلاث دول في قتل ثلاث جزائريين أما الضرر الاقتصادي الذي لحق بفرنسا جراء من التحليق فوق الجزائر فكان ردهم عبر إحداث ضرر اقتصادي الجزائر عبر ضرب تجار جزائريين في موريطانيا في تاريخ أول نوفمبر وهي رسائل للجزائر بأن فرنسا لها يد طويلة في إفريقيا وستعمل جاهدة لضرب التكامل الاقتصادي مع إفريقيا بشتى الطرق ويعتبرونها رد فعل على قرار الجزائر وتم ضرب التجار الثلاثة لإفساد العلاقة مع موريطانيا التي تربطنا معها علاقة جيدة بغية تطويق الجزائر من كل الجهات وإذا لم تتصرف الجزائر بحكمة سيحاولون استنزاف الجزائر والزج بها في أزمات مفتعلة وجرها إلى الرمال المتحركة في الجنوب لتركيعها عبر توريطها في صدام عسكري بهدف استصدار قرارات أممية ضدها يقول الصينيون الحكمة تقود القوة هذه ضاحة بين قوسين كذلك لضرب ما قول التبون أن الجزائر قوة إقليمية ضاربة وتم ضرب التجار في الصحراء الغربية تحديداً لإظهار للرأي العام بأن الجزائر نواية توسعية في المنطقة وليس للتجارة وهناك بصمة المغرب وإسرائيل لأن تبون هو يعتقد أن البصمة الأولى هي لفرنسا في قضية ضرب الثلاثة أو قتل الجزائرين الثلاثة السواقين وهناك بصمة المغرب وإسرائيل لأن تبون أمضى على فسخ عقد بين البلدين فيما يخص أنبوب الغاز في أول نوفمبر لإظهاره بأنه انتسر برمسية أول نوفمبر وهو ما أضرر اقتصادياً بالمغرب فاختاروا الوسيلة درون طائرة بدون طيار إسرائيلية للرد على الجزائر ليظهر بأنهم قادرين على إلحاق الضرر الاقتصادي بالجزائر والبعث برسالة للتجار الجزائريين بأن تبون غير قادر على حمايتهم خارج الجزائر أما إسرائيل بمكرها فقد نجحت في إسالة الدم بين دولتين مسلميتين عربيتين مما يستوجب الرد وهي اللعبة التي تتفنن فيها إسرائيل مثل ما تتلاعب بين السنة والشيعة بالتفجيرات في مساجدهم ليبقوا متقاتلين وهي ماضية في مشروع إسرائيل الكبرى بهدوء والترويج لأسلحتها ببيعها للمغرب لكسر التفوق الجزائري وخلق صراع مسلح في المنطقة وخلق صراع مسلح في المنطقة والتغلق بين مشاكل العرب للتحكم فيهم وتمزيقهم والهدف من استهداف مدنيين تجار هو زرع الفتنة والقتل بين الشعبين الجارين بعدما تمت القطيعة بين النظامين وكناصحة لتبون قبل فوات الأوان والانسياق وراء صب الزيت على النار لزيادة إراقة الدماء بين الإخوة أن يدرس عواقب كل قرار يقدم عليه باسم السيادة ويكون له أثر اقتصادي على هذه الدولة التي تتوانى التي لن تتوانى في الرد ويتذرعون بأن الجزائر شريك غير موثوق فبقطعه الغاز عن جاره المغرب هو قادر على قطعه عن أوروبا ويقارنون بروسيا التي عاقبوها سنة 2014 اقتصاديا ولم تقطع عليهم الغاز هذا وجهة نظر فيما حدث وهي كما قلت وجهة نظر واضحة فيها بصمات جنيرالات آخرين من جنيرالات القايد صالح المسجونين في البوليدة وأن هذا التسريب كل مرة يتأكد لأنه صحيح أن بنويرا هو الكاتب وهو الأصل فيه ولكنه ليس وحيدا في هذا التسريب بعدما رمي لفرنسا بالون الاختبار وجدوا أو رمت فرنسا لبالون الاختبار وجدوا أن الشعب الجزائري متماسك بوطنيته ووحدته لكن رد فعل تبون كان عن طريق أن له أصدقاء مثل أمريكا والصين وروسيا وهو ما أخاف فرنسا من عقد تحالف مع أمريكا التي انحضرت غابة تيمم الفرنسي وبعدها بعث تبون برسالة مشفرة عبر جريدة ديرشبيغ الألمانية بأنه لن يكون المتصل الأول لعادة العلاقات بعدها قام الجامع الفرنسي باستغلال فرصة اجتماع ليبيا لتوجيه دعوة لتبون التي قابلها بإرسال العمامرة ممثلا عنها لكي لا تحد الجزائر عن الملف الليبي وتغيب ردة فعل أخرى عبر شنجريحة بأن الجزائر ما زالت غاضبة وتريد المعاملة الندية إن فرنسا تريد احتواء الجزائر وعادة العلاقات مع التبون بأي طريقة لكي ترمي عليه رصاصة الرحمة مثل ما فعلت مع نظام بوتفليقة وقت الحراك وهدفها الخفي هو الخليفة العمامرة الذي سيخلف تبون بعد احتجاجات محتملة إن فرنسا تدرك عقلية الحكام العرب وحقدهم على بعضهم بعض فمثل ما أتى المغرب بإسرائيل لتهديد الجزائر فهم يتوقعون ويخافون من عقل الجزائر حلف مع أمريكا التي ستقضي على الدور الفرنسي في المنطقة ولكنهم لا يخافون من الحلف الروسي والصيني لأن فرنسا تستغل النيتو والغرب كله لإنشاء منطقة استقطاب في شمال إفريقيا بين الشرق والغرب هدفها تدمير الجزائر مثل ما حدث في سوريا أما الجانب الذي لا يحبذه الفرنسيين فهو إنشاء قاعدة لروسيا في الجزائر لأنها ستقوض تفوق الغرب في البحر المتوسط هذا الجزء لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا لليلة هذا الجزء مرة القادمة فنحن نبدأ من حيث يبدأ يقول أزمة المواد الأساسية بين قرارات تبون وكولسة التوفيق فنحن نشوفوه في اللايب القادم احتمال كبير قادم إن شاء الله أنا نشوفو آخر التطورات فيما يتعلق من قضية أخونا محمد بن حليمة لحظة من فضلكم جميل الآن تعرفنا على في أي مكان ره محتجز واش منكم يساريا وأيضا أبلغوني إخوانا بأن المحامي تواصل مع الشرطة الفرنسية وطلب منهم مجموعة تواصل مع الشرطة الفرنسية التي طلبت مجموعة أشياء وهو وعدهم بإرسالهم لها في أقرب فرصة وأنه غدا سيكون معه في الساعات الأولى قد يكون معه محمد بن حليمة حيث يعتقل بالطالة الحال الفرنسيين عارفين أن محمد بن حليمة طلب اللوجوء السياسي وعارفين أنه لا يستطيع أن يعود لإسبانيا وفق ما يعرف باتفاقية ديبلة لماذا؟ لأنه مختصر بسيط فر من إسبانيا بعد أن سلمت زميله اللي هو تقريبا كان في نفس الوضع اللي كان فيه وبالتالي أي محامي يستطيع أن يقول لإجراءات اللجوء في فرنسا أو خارج فرنسا من أنه لم يكن له أي خيار ولماذا لجأ لفرنسا؟ لأنها هي الوحيدة التي لديها كان حدود برية يعني محمد بن حليمة كان يقيم في الشمال الإسباني قريب من فرنسا طبعا إسبانيا عندها أيضا حدود برية مع البرتغال لكن كان قريبا جدا من الحدود ليس بعيدة عن حدود فرنسا فاضطر أن يذهب إلى فرنسا إضافة إلى أن هناك جزائريين كثيرين في فرنسا فلم يكن له خيار يعني أن يذهب إلى البرتغال مثلا طبعا لا يبقى في إسبانيا تلاقا لكن قلنا نقولها الفرنسيين من هنا هم طبعا أعتقلوا محمد بن حليمة أيضا لأنهم يريدون لأنه كي يعتقلوه راح يبات اليوم في الكوميساريا راح يبات في السيلون كما يقال إن حولوا التليفون وطبع ذلك إن حولوا التليفون راح يفرغوه بكل ما فيه لعلهم يعتقدون أو يجدون شيء خاص الحقيقة أنا محمد بن حليمة مناضل ومقاوم وهو مقاوم سلمي وهو مناضل سلمي وهو يؤمن بالسلمية تماما ولذلك لن يجدوا أكثر من اتصالاته مع إخوان وأخواته في الداخل أو في الخاش في هذا التليفون نتمنى على السلطات الفرنسية لا تدخل في خصومات إضافية مع الشعب الجزائري لأن هذه العصابة ستسقط هذه العصابة ستسقط إن التاريخ يحكم عليها بأنها تسقط حتمية التاريخ كما يقول العقلانيين خاصة من اليساريين أو سنن الله الكونية كما يقول المسلمين والمؤمنين عموما تحكم عليها بأنها منتهية حتى أن تصرفات هذه العصابة كلها تثبت من أنها على أبواب الانهيار والتدائي وأن على الشعب الجزائري أن يواجه مصيره ويتحكم في هذا المصير ويتحضر لآذا الانهيار الذي سيكون مريع بكل أسف وألم نتمنى على السلطات الفرنسية أن لا تضطهد أو تضيق على الأحرار لضطروا أن يتواجدوا على أرضها يعني إخوانكم اللي رأموا هناك لم يختاروا إنما ظروف معينة أوجدتهم هناك وبالتالي من الأحسن على الفرنسيين لا يستمروا في عقلية الاستعمار اللي مارسوها مع الشعب الجزائري واللي رأهم ما زالوا كين البعض ما زال ينظر للجزائر على أنها الفردوس المفقود دليل أن ماكرون طبعا أمس أكلمتكم هنا جبت لكم جزء مما جاء في حديثه على الفيزيات ديزلي دلاري ديزلي اللي قام بها الجيش الفرنسي ضد دعاة الجزائر الفرنسية ولكن أيضا أمس صادر قرار وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على دليل نقرأ لكم على السريع وافقوا على أن تكون هناك تعويضات لحوالي خمسين ألف من الحركة أو من ربما من أحفادهم وأبنائهم ربما أيضا أهليهم وأن يتحدث على أن تسعين ألف حركي وعائلاتهم فروا من الجزائر بعد الستقلال يتحدث على لحوالي خمسين في حوالي خمسين في حوالي خمسين وحوالي خمسين وحوالي خمسين بين 20 مارس 1962 و 31 ديزمبر 1975 هذه التعويضات التي تقدم للحركة هي إهانة للجزائريين كل الجزائريين بما فيهم العصابة المتحكمة تخيلوا تخيلوا لو أن ألمانيا تقوم الآن مثلا بإعطاء تعويضات لكولابو للفرنسيين الذين كانوا يتعاونون مع الاستعمار الناسي اللي هو دام أربع سنوات فقط دام أربع سنوات في فرنسا يعني أقل من خمس سنوات لكافة الأحوال تخيلوا تخيلوا لو أن إيطاليا تقوم أيضا بإعطاء مزايا للأثيوبيين أو الليبيين الذين ساعدوها في استعمار ليبيا أو أثيوبيا أو جزء من الصومال أيضا وهكذا خاصة في الموضوع ألمانيا تعطي أموال وتعويضات لفرنسيين ساعدوها أو لأحفاد فرنسيين أو لأبناء فرنسيين ساعدوها لما كانت النازية تحت الفرنسا تخيلوا ذلك هذه استفزازات طبعا فرنسا تعرف أنها تقوم بهذه الاستفزازات لأن هناك عصابة في البلاد وهذه العصابة ضعيفة جدا وتحتاج إلى الدعم الفرنسي لكن هذا غير مقبول وهو تعميق للجروح لجروح جزائريين من أن فرنسا تقوم بإهانات متواصلة لا تتوقف حتى بعد ستين سنة من الاستقلال أو ما يسمى الاستقلال للأسف بعد هذا الوقت كله تقوم بهذه الاستفزازات وتقوم بإضافة تعويضات للحركة طبعا أنا دائما أستثني الأبناء وأحفاد الحركة من ما فعل أبائهم أو إجدادهم لأنه لا تزل وازرة وزرة أخرى ولا واحد يتحمل مسئولية ما فعله والده أو ابنه أو أخوه كل واحد مسئول عن نفسه كل مرئ بما كسب رهيب هذا منطق ديني ومنطق قانوني عالمي أن المسئولية مسئولية فردية عن أفعال الإنسان ولا تكون هناك مسئولية جماعية ولذلك أنا شخصيا ضد أن يمنع أبناء الحركة وإحفاظ الحركة من الدخول للجزائر للأسف في وقت معين ونظن ما نشعارف الآن لكن في وقت معين ممنوع على أبناء الحركة ندخل الجزائر في حين أنه كانوا رؤوس الحركة كابرانات فرنسا يحكموا البلاد كانوا كابرانات فرنسا يحكموا في البلاد بينما أبناء الحركة اللي ما عندهم حتى جريرة أو جريمة فيما قام به أبائهم كانوا ممنوعين من دخول الجزائر تخيلوا أقول بمناسبة اعتقال محمد بن حليمة وقد قلناه لما اعتقلوا إخواننا آخرين أيضا في فرنسا من قبل أنتم تعرفون وتشاهدون على ذلك أنه هذا غير مقبول من أي جزائر حر لا يقبل أن يضطهد الجزائريين اللي يلقوا نفوسهم مضطرين أن يتواجدوا في فرنسا أو في غير فرنسا كلنا اضطررنا سواء لأننا قاومنا وأخذنا مبدأ المقاومة لهذه العصابات أو لأن بعض إخواننا فروا فروا بجرودهم فروا برؤوسهم فروا بأنفسهم من المشانق والاغتيالات وتعذيب ومحمد بن حليمة لو اكتشفوه بأنه كان ضدهم لما كان موجود وكان سائق أنت أحد كبار المسؤولين العسكريين لو كان عدموه نحن نعرف أنهم أعدموا أو عذبوا أو قتلوا عسكريين لما شكوا فيهم هذه الأيام فقط وأمس في الحقيقة وصلتني رسالة من عند واحد ابن عسكري من هذا المرض من هذا المرض إطلاقاً هذا مج جديد على العصابة هذه مج جديد على هذه المقابرات الإرهابية إذا مرة أخرى أنا شخصياً وأعتقد أن هذا ربما موقف كثير من الجزائريين نتمنى على السلطات الفرنسية أن لا تعمق هذه الجراح وأن لا تضطهد الأحرار المتواجدين هناك وأن ليسوا فوق القانون وأن لا يكونوا تحت الضغوطات وتحت التخويف وتحت الترهيب والحقيقة أن البعض شخصياً أخبروني بأن المخابرات الفرنسية ضغطت عليهم لكي يكونوا عملاء الأحرار لا يقبلون أن يكونوا عملاء اطلاقاً لا يقبلون فضل بعض إخواننا في فرنسا مغادرة الحراك نهائياً على أن يكونوا عملاء لأن بعضهم موجود في أوضاع ربما صعبة وثائق إلى آخره ما عندوش لا ريزيدونس كاملا يستنى في أوراق إلى آخره ففضلوا أن يبتعدوا تقولون أنكم دولة حق الإنسان وأنه كذا وأنه كذا فيجب أن يكون هناك حد أدنى هذه بالمناسبة فقط بمناسبة اعتقال أخونا الحر محمد بن حليمة لنتمنى أن يطلق صراحه في الساعات القادمة لأنه لم يرتكب أي جرم وهو لم يجد أي طريق وإلا ربما لك أن ذهب لبلد آخر يعني خاصة بعد مواقع للحر ابن الأحرار محمد عبد الله مرة أخرى نذكر أنه حينما وصل إلى إسبانيا طلب مباشرة اللجوء السياسي ووصل بتأشيرة صحيحة هو وزوجته ابنه وأن القول غير هذا هو كذب على الجزائريين وكذب على الحقيقة ولسنا ندري ما الهدف من ذلك قبل أن أغادركم هلوني نذكركم فقط بتلمسان تم اعتقال بمدين بوزيزا من طرف فرقة البحث والتدخل بياري في من محل مع تفتيش منزل العائلي يتم وضع النظر بمركز الأمن الولائي بتلمسان وهذا هو خنى بمدين لماذا أنا أصر على التذكير دائما بالاعتقالات بالأحرار إلى آخر هذا تاريخ وسيسجله التاريخ لا تنسوا أخوانكو الحركيين سواء في السجون أو تحت الضغوط أو تحت السجن أو طريدوا من أعمالهم هؤلاء تاج فوق رؤوسنا جميعا تلمسان أيضا مش تلمسان سيدي محمد تم إدانة هشام فركول بستة أشهر حبس نافذة وعشرين ألف دينار كغرامة مالية هاو هشام تلمسان تم تأجيل محاكمة كل من معتقر الرئي أحمد ملوك عبد الحاكم بالعباس محمد العزاوي البشير فوزي المختار مباركي اليوم الخاميس ثلاثة فيفري أمام ما يسمى قسم الجنح لدى محكمة الغزوات المتابعين بتهمة تتنشر منشورات من شأنها الإضرار بالمسلحة الوطنية التحريض على التجمهر غير المسلح والتجمهر غير المسلح المصدر الأستاذ بن كعبة يوسف هاو مخوانكم الخمس أيضا المعلومات التي لدي قبل ساعات أن أخونا عبد الله بن عم رفض الإفراج المشروط بشروط بائسة من طرف العصابة بن عم في حالة سيئة جدا ومع ذلك يظل لآخر لحظة وهي مخاطرة حقيقية بحياته في الحقيقة ولكن يظل لآخر لحظة شامخا وقد رفض الشروط التي فرضت عليه واضح أن في هذه الشروط أن يتم تقييد حريته إطلاقا ولا يشارك في الحراك ولا يبدي رأيه وأنه رفض هذه الشروط منش عارف إذا كان فيه جديد هذا الكلام كان عندي على حوالي الساعة السادسة مساء لا أدري إذا كان فيه شيء جديد بعد ذلك أم لا هناك فقط تصحيح حرار بحثولي هذا فقط إضافة أي أنه اعتقل في مركز من مراكز الاعتقال وفي الغالب هذه مراكز ترحيل أيضا تحت أي ضرف كان ترحيل محمد عبد الله إلى إسبانيا هو مخاطرة شديدة وخطر كبير على حياته وعلى كل أحرار والحقوقيين والجزائرين أن يعلنوا ذلك للفرنسيين بأن هذا غير مقبول لأن فيه مخاطرة حقيقية وقد ترحل فرنسا كما فعلت مع محمد عبد الله ترحيلا قصريا غير شرعيا وغير قانوني إلى العصابة في جزائر فقد إضافة بالنسبة اللي قلت لكم بقضية الغلق ممكن جدا بعد أن خرجت المعلومة الآن وهكم استمعتوا إليها من عندي قد يتأخرون في ذلك لأنهم في الغالب وهذا حدثت عدة مرات عندما نخرجوا معلومات ويعرفوا أنها تسربت إلينا يعاودوا النظر فيها أو يأجلوها أو باش ما تبانش بأن رهم مخترقين إلى حد النخاء هناك أحرار في كل مكان في الحقيقة وأنتم تعرفون ذلك جيدا وتعرفون أن ما نقوله وما ننشره دقيق جدا فيما نقوم به نحن نتحرق قبل أن ننشر أي شيء والمصادر التي ننشر منها يكون سبق لنا في الغالب أن تعاملنا معها أو عندنا ثقة كاملة في أن ما يقولونه دقيق وصحيح وهذا أيضا نعاود فقط تأكيد لأن بعض إخواني يعاودوا كانوا قالوا لي ما ذكرت على ذاك المجرم اللي كان في معرفة بمحاولة الاغتيال لواحد من إخواننا أن هذاك الجاهيد ليس اسمه دقيق نعطي اسمه فقط الأول لكن راح نتحفظ دائما على اسم العائلة باش ما تتضررش العائلة من فعل بائس لهذا المجرم اسمه اسمه محمد اسم من أعظم الأسامي لكن للأسف يحمله هذا المجرم اللي هو يحمل بريتنان جاهيد اسمه استعار جاهيد لكن اسمه محمد كذا وهو عنده ربع وربعين سنة يحمل جنسية بريطانية متزوج من مغربية لديه طفل وهذه المعلومات قلتها قبل يومين وأمس أكدتها وهننأكدها اليوم أيضا فقط فيما يتعلق بهذه القضية تا قضية التي كشفت قبل يومين هيا الله الحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة